الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى أحبت الكرام مع آخر حلقة مباركة في هذا الشهر الفضيل قد واكبناكم أحبت الكرام من خلال شهر رمضان ونحمد الله تعالى أن مد في عمرنا حتى أكملنا هذه السلسلة المباركة على هذه القناة المباركة أنفاس بريس هذه السلسلة المباركة التي ارتأينا من خلالها أن نقربكم من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وكيف أحيى رمضان بالصبر بالتؤذة بالإنفاق بقراءة القرآن بقيام الليل بمحبة الخلق بمحبة الخالق بالإيثار بالصفح عن الناس بالعفو يعني تكلمنا عن مواضيع شتى تلامس جوانب حياتنا اليومية ولا أنسى أحبة الكرام أن أقف وقفة إجلال واحترام إلى المسؤولين على هذه القناة المباركة الإخوة في قناة أنفاس بريس وعلى رأسهم مدير المسؤول عن هذه القناة والأستاذ الفاضل سيد عبد الرحيم أريري وكذلك المخرج ومصور هذه الحلقات الشاب الطموح سيدي مهدي مساهم الذي ساهم معنا بشكل كبير في إنجاح هذه الحلقات وتكبد معنا عناء الصبر معنا حتى يخرج لنا حلقات مباركات ميمونة إن شاء الله كذلك لا ننسى الأخ الفاضل سيد أحمد بستا الذي كان يواكب معنا كل صغيرة وكبيرة أسأل العلي القدير أن يبارك في هذه القناة التي تبسم بصمة إيجابية في خضم البحر الإعلامي للمملكة الشريفة أحبة الكرام رمضان كما قلنا في الحلقات السابقة ونحاول في هذه الحلقة أن نستشف الدروس والعبر التي تلخص ما تلونه خلال هذا الشهر الفضيل أول شيء نخرج به من خلال رمضان هو الحفاظ على الطاعات الحمد لله في رمضان قمنا الليل صمنا صدقنا زغن زكيو إن شاء الله في زكاة العيد يعني الحمد لله قمنا بالأعمالة الصالحة عفين على الناس سمحنا للناس لإذانا قلنا اللي قد سامحناك اللي ظلمنا قلنا اللي قد سامحناك اللي ما عندوش حاولنا نعاملوه نستمر على هذا المنوال رمضان محطة إيمالية مثل المحطات ما تكون غادي مسافرين في محطة البنزيل نتزود بالمنزيل ثم نستمر كذلك رمضان نتزود من خلاله بالإيمانيات بالروحانيات لنستمر طوال العام وهذا هو الحكمة والمقصد من رمضان أن نستمر في ذأب الصالحين إذن حباب دينا نستمر على طاعة الله تعالى لكي يصل الله وصله في رمضان فليستمر على المحافظة على الصلوات على الأقل لما حافظناش عليه في المساجد نحافظ عليه في الوقت دياله على الأقل لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقوطة ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلحة سائر عمله وإن فسدت فسدى سائر عمله الحباب دينا ما نبغيش واحد بدي يصل معنا في رمضان ويخرج رمضان ويطلق الصلاة لا الحباب دينا نبغيناش هذك المثل العربي تعود حليمة إلى عادة القديمة لا نتمسك بالصلاة نأخذ عهدا مع أنفسنا يا الله في هذه اللحظة التي نسمعون الكلام بأننا قد أخذنا عهدا مع الله تعالى أن نحافظ على الصلوات إلى أن نلقى الله تعالى إذن أول شيء لحباب دينا هو الحفاظ على الطاعات وخاصة الصلاة كذلك قراءة القرآن ومعظمنا كل يختم ثلاث مرات كل يختم خمسة كل يختم سبعة كل يختم عشرة كل يختم غرع واحدة ومنه محناية يقدمكم الحباب دينا نظرا لضيق الوقت والالتزامات العملية ولكن الحباب دينا على الأقل نختم القرآن بعد رمضان إن شاء الله نختمه مرة في رمضان كما دلنا في رمضان يعني إنسان يدري معدل حزب يعني كما يدروا المغاربة في الحزب أو الورد القرآني في المساجد نقرأ واحد من أصبح واحد من غنسه أضعف الإيمان ما قد نجع مرة في شهر يعني تكون مرة في شهرين مثلا نقرأ وثلاثين حزب في ثلاثين حزب معدل حزب في اليوم وعيب علينا الحباب دينا أن نتخصف مع القرآن وما نكونش بمن قال فيهم الله عز وجل على لسان نبيه وقال الرسول يا ربي إن قومي يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ونجران القرآن الحباب دينا من أعظم الذنوب نتصحهم مع القرآن وغير شخص القرآن غير دوز رمضان وبدوعتين مسحوا فيه وبدو نسلسوا فيه من الغبرة هذا شيء خصنا والدعاء لحباب دينا كذلك الثالثة الأمور هو الدكر ملازمة الدكر الإنسان يحافظ على الدكر الله تعالى الاستغفار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة على رسول الله الدعاء من يدخل داري يخرج من داري ركب السيارة ركب وسائل النقل يعني تكون عندنا دائما دكر الله تعالى يلازمونها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة كذلك الحباب دينا من الأمور التي يجب أن نحافظ عليها يتصدق صدق قدر الإمكان قدر الإمكان وأن تكون مخفية بنا وبنا الله لا يجزيكم بخير كما قال الله تعالى إن تبدو الصدقات في نعيم ماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عليكم سيئاتكم وكما جاء في الحديث الذي تناولناه في الحيث السابقة من هذا البرنامج المبارك على قناة أنفاس بريس حديث سبع الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله منهم رجل أنفق بيمينه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه كذلك الصفحة الحباب دينا نسمحوا بعضياتنا الله يجزيكم بخير نعم رمضان شهر المغفرة شهر الصفح شهر العفو ولكن نصمروا على ذلك من وليد لبنا نسامحه نتجاوز عليه لعل الله تعالى يتجاوز عنا كذلك طاعة الوالدين تكلم عن طاعة الوالدين وبر الوالدين الله يجزيكم بخير ليه عنده والديه في الدنيا يتهل فيهم يحرص على طاعتهم يحرص على عدم إذايتهم يحرص على الإحسان إليهم وإن كانوا متوفين يحاول يحسن لهم بالدعاء وبالتصدق عليهم وبزيارة قبره ما أحبتي الكرام كذلك سنة الرحم الأحبادون الآن كنات تكنولوجيا وسائل التكنولوجيا إنسان بالهاتف يسول على الأقارب دياله يطمئن عليهم كذلك زيارة المريض يكون جار يكون صديق يكون واحد بعيد مش نزوره وهذا من الأمور حتى على الدين دينا كذلك اتباع الجنائز هذه المواضيع وكلهم حاولنا نتناولهم في رمضان وتكلمنا على واحد لحاديث العقل تقول لي ذلك المفلس هذا الإنسان اللي يجيب الأعمال دياله الصالحة بصلاة وزكاة وحج ولكن كلمة لهذا وضرب هذا وشتم هذا وتكلم في أعراض الناس أشكوك على يوم من قيامه هذوك الناس كلهم يخدمون الحسنات دياله ومن يكتقادل الحسنات دياله يجو السيئات ديالهم فترمى عليه ثم يرمان في النار هذا اللي ما بغيناش الحباب ديالنا أن العمال ديالي بشي هباء منتورة لا الله يجيزكم بخير إذا خرجنا من رمضان أننا نصليو نقرأ القرآن كنكون عندنا شوية الخاطر كن تسامحهم عن الناس ومن ضلموش الناس قد حققنا واحد خطوة كبيرة في هذا رمضان الحمد لله أحبتي كرام لاحظتم كيف استقبلنا رمضان بالأمس وكنا نقول لبعدين البعض مبروك رمضان مبروك العواشر اليوم نقوله مبروك العيد نقوله وداعا رمضان فالحسرة كل الحسرة على من ضيع رمضان ولذلك الحباب ديالي كنا دايما تقوله في الحلقات المباركة في هذا البرنامج على قناة أنفرس بريس كأنك نقوله أهل الحباب ديالي نرمضان غادي نغتنموه نغتنمو لايالي نغتنمو نهارة نغتنمو دقائق نغتنمو توانيه نسأل العلي القدير أن يتجاوز عني وعنكم أسأل العلي القدير أن يتجاوز عنا ما كان من مبطلات صوم أو من تضيع الوقت أو أربما الأمور التي لن تفيدنا في حياتنا أسأل العلي القدير أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم من نبيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهننا اللهم رحمنا ورحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم أنزل السماء عليهم مضرارا وأسكنهم في جنات وأنهارا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ملك البلاد اللهم أيده بتأييدك ونصره بنصرك اللهم كله وليا ونصيرا ومعين وظاهرا اللهم إنه يحبك ويحب نبيك ويحب أولياءك فاللهم حبب إليه خلقك وحبب خلقك إليه اللهم احفظه بعينك التي لا تضام واكلأه بحضنك الذي لا يرام يا رب العالمين ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابن وإليك المصير ربي اغفر وارحم وجود وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم وأنت تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم اصلي على سيدنا محمد في الأولين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الملائل على إلى يوم الدين اللهم إنك عفو كريم جواد سخي تحب العفو فاللهم عفو عنا اللهم عفو عنا اللهم نسألك الجائزة الكبرى ويالعتق من النار في هذه العشر الأواخر من رمضان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين